او من كان ميتا فاحيناه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس يحس ان ربنا اداله نور يدخل في الناس فيرى النور اللي جواه وعشان كده هتلاقيه برضو من سماته انه هو متأني مش متعجل ابدا بيستنى لما الناس تتكلم لنهاية الكلامها ويفهمهم ويتفهمهم كمان وعشان كده هتلاقيه صبور من السريع الدجر لا وتلاقيه دايما زي ما حضرت النبي قال لنا كده مستبشر احدت النبي قد بسط الوجه ويهي تاني وحسن الخلق فتلاقيه دايما مستبشر بالخير ما تلاقوش متشائم ده فالناس تستغرب او مش عايش معنا في الحياة اللي احنا عايشينها اه عايش الحياة اللي احنا عايشينها بس على فكرة احنا لقفلين باب على نفسنا وشايف الحياة بوسعه احنا شايفانا الحياة بضيقها وعشان كده هو واسع البلد ايه او هي اسمها سفة واسع البلد ايه اصل الوسع ده بيحسسه انه هو بياخد من الوسع اللي راح حربنا حطوله ده وياخده على باطنه فباطنه يتسع وعشان كده من سماته انه هو كريم مش حريص مش بخيل مش بخيل في المشاعر ما عندوش مشاكل انه هو يمدح الناس ما عندوش مشاكل انه هو يمتنق للناس ما عندوش مشاكل خالص انه قعدته ما تكونش هو اللي لازم يكون احسن واحد فيها ولا قعدته انه هو لازم يملك القعدة كلها ولا ان الناس كلها تلتفع عليه وهو وتبقى لعادة كلها حواليه هو ما عندوش ده وعشان كده فيه تلت انماط للعايش او تلت اساليب او تلت طرق للعايش الحياة ايه هي تعالوا نشوف كده الناس اللي بيديقوا بالهم نمط ما كانت حسابات وفيه ناس كتير بتظن ان هي هتحس بالامان لما تحسب كل حاجة لما تحسب كل نفس في حياته وتظن كده ان هي ايه هتكون في راحة فتحسب كل حاجة بالجنيه ولو طلعت كذا هيحصل كذا ويحسبوا حتى الاهتمام بالناس طبعا انا لو اهتمت بيه مجايز يطمع فيه طبعا انا لو اهتمت بيه مجايز اقل في حياته مجايز فلال لو احترمته انا اسف يعني التعبيرات اللي بيقولها الناس لازم اتكلم بكلامنا انا لو سمحته هيركبني ايه ده ايه ده ايه ده كلام كله ما انزل الله بيه من سلطان تحس كده الكلام حتى تعبيراته واضح ان هو جاي من النفس الامر بالسوق عشان كده اللي بيبلغوا في حساب الحسابات ده اكتر الناس اللي بالحس بالضيء وبالخوف وبالرعب وعدم الامان ويحس بدق البال هو عايز يقفل على نفسه وعايز يخايف عشان بيشوفوا الحياة منخروا من ابرة ومع ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا ما نبلغش في حساب الحسابات لما قال صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة يا عائشة لا تحصي فيحصى عليك انت اتعاودي تحسيب حسابات ما تحسيبش حسابات كلها ليه طيب ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله ذهبت الشاتو كلها ولم يبقى الا الكتف قال بل بقيت الشاتو كلها ولن تذهب الا الكتف يعني ايه بالعكس اللي رح لله هو اللي بقي عشان كده يكاد يكون الكرم من اهم القيم المركزية في حياة الشخص واسع للبال لانه بيشوف ان الله سبحانه وتعالى كريم كريم ليه لانه اعطانا الحياة واسعة وخلى الحياة وخلق سبحانه وتعالى الحياة بوسع وكرم وفضل ونعمة فايه ده فاييده دايما ممدودة للناس وقلبه مطمئن مش خايف مش خايف انه لما يقدم ايده للناس فباله واسع ولزاك تلاقي الشخص ده متحقق فيه قوله وتعالى ويأثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاص ليه اللي بزلت دلوقتي تهجيه له ايه ده ده انت كريم ما شاء الله وانت يعني ايه ده حتى لو انت محتاج حتى لو انا محتاج ليه لان الكريم يحب الكرم فاذا رأى الكرم اكرم من كرم يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيكرم هل جزاء الاحساني الا الاحسان دي راحة جاية هالجزاء والاحسان الا الاحسان يعني هالجزاء ان احسان ربنا ليك الا ان تحسن اليه سبحانه وتعالى والجزاء ان انت تحسن الا ان ربنا يحسن اليك فراجل مطمئن مطمئن وهادئ البال فالكرم مش صفة بين الناس اللي معاها كتير ففيه ناس حالها يسير بس في غاية القرم يسير يعني بسيط ناس مش لكش كتير بس هي كريمة فالكرم ده سعة في القلب قبل ما بيكونوا سعة في العطاء هو السؤال هي ده فرطة لان قلب واسع لا ده هو قلب واسع وعشان كده ايديه ما امسكتش النمط التاني بقى في الحياة النمط المتسابق في المتسابق فيه ناس كتيرا بيعيشوا كأنهم في مباراة في مباراة سبق اسلوب حياتهم تجري عشان تلحق فطول الوقت بيجروا مش قادرين ياخدوا نفسهم صحيح فيه ناس بتجري عشان الرزق وده سعي نبيل ده حاجة نبيلة لكن الساعة للرزق لما يسعى ويجري عشان يلحق الفرصة اوقات كتيرة بيصرع الناس ويدوس على رجليهم وساعت بيدوس على رقبتهم فانت تخلي بالك من دوس على حد لان فيه ناس كتيرة بيدوس عليهم من غير ما تاخد بالهم فيه اللي يحصل فيحس بضيق الصدر ويحس بايه ويحس بان هو بيأذي الناس بعد شوية لكن اللي بيسعب بقلب متيقب وفي السماء رزقكم وما تقعدون ترجمة نانسي قنقر